كرت سبحة التوافق السياسي وذهب الرئيسان إلى الأردن بإنجازين أولهما إقرار الموازنة العامة لعام 2017 في السرايا الحكومية وموافقة بالإجماع على مبدأ خطة الكهرباء الإنقاذية في قصر بعبدة وبعد عرقلة خطة جبران باسيل وورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في مجلس الوزراء عام 2010 نتيجة الأزمات السياسية جاءت الموافقة المبدئية على أن تعرض البنود والمراحل تباعا على مجلس الوزراء أقرت الخطة مبدئيا وسيتم عرض تفاصيل الخطة وما يستدرجه من عروض للبواخر مثلا لما بعد البواخر للخطة الفوتوفولتية وما إلى ذلك على مجلس الوزراء تباعا في الشكل أقرت الخطة أما في المضمون فتطبيقها رهن باستجابة وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لملاحظات الوزراء وأهمها توزيع المخاطر المالية والتقنية وذلك بتعدد مصادر توليد الطاقة بحرية كانت أمبرية التزام الشفافية في المناقصات واستدراج العروض تسريع الانتاج بهدف زيادة ساعات التغذية حصر التمويل في القطاع الخاص لعدم تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان وتأليف هيئة نظمة للكهرباء لتجنب احتكار وزارة الطاقة للقرار إجراء مناقصة للبواخر وعدم حصرها في شركة واحدة تم كلام كثير عن توتر بيننا وبين مزراء الطيار الوطن الحر بينا اليوم متما كنا عمل لكم الأساس أنه الهدف أبداً مش توتر مع هذا هذا مع أحد الهدف الوصول للنتيجة واليوم وصلنا للنتيجة عملياً اللي صار هو أنه هاي الخطة تقريباً في توافق وطني عليها كل بند من هاي البنود بيحتاج لقرار مش وزراء حيجي الوزير على مش وزراء فيه وفق المعلومات جرت توافق على إزالة أسماء شركات واردة ضمن الخطة والبدء بمناقصات البواخر بالتوازي مع العمل على إعداد دفتر شروط لبناء معامل أما مصادر اللقاء الديمقراطي الوزارية فاختصرت ما حدث بعبارة عصفور وخيطه معتبراً أن على الوزير أبي خليل تلبية مطالب كل الكتل الإصلاحية لتنفيذ الخطة مع شبه إجماع على أولوية تأليف الهيئة النظمة وتعيين مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء مضيفاً أنه عند تشريح الخطة يحتمل أن يكمن الشيطان في تفاصيلها أو أن يكمن الملاك فيها والمصيران متعلقان باستجابة وزير الطاقة مع الملاحظات رواند أبو خزام قناة الجديد